ليه شعر الانسان كل ما بيتقدم في العمر بيتلون من اللون الاسود الى اللون الابيض او اللي احنا عارفينه الشيب ده اللي هنجاوب عليه النهاردة تابعوا معنا الفيديو الاخر واللسه مشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان ياصلك كل جديد. السؤال لازم نطرحه قبل ما نقول ليه الشعر بيشيب او بيبيض لما الانسان بيتقدم في العمر لازم نقول الشعر اساسا ليه لونه اسود? عشان في صبغة موجودة في الجسم اسمها صبغة الميلانين هي اللي مسؤولة عن اللون الاسود في شعر الانسان. وزي ما اي شيء بيحتاج عشان تلونه بيحتاج لون او صبغة شعر الانسان بيحتاج صبغة الميلانين علشان يبقى لونه اسود. والصبغة دي بتتفرز من خلال الخلايا الطلاقية او الخلايا الصبغية هي اللي مسؤولة عن انتاج صبغة الميلانين. مسؤولة عن تلوين لون الجسم كمان ولون اي جزء في جسم الانسان ولكن عملها بيختلف من جزء لاخر يعني عملها مع الشعر بيختلف صبغته عن الصبغة اللي بيتلون بها جسم الانسان وده مش معناه ان خلايا الميلانين او خلايا الطلاقية موجود جواها مخزن للالوان اصفر واحمر واسود وكل الالوان الموضوع كله بيتلخص في نسبة او تركيز الصبغة في الجزء ده من الانسان. وكمان الخلايا دي مسؤولة عن لون العنين. وباختلاف تركيزها بيختلف الوان العنين من شخص للتاني. وكزلك جلد الانسان. فيه مننا الابيض وفيه مننا الاسود وفيه مننا الامحي وفيه مننا الالوان المختلفة. ومش بس صبغة الميلانين هي اللي مسؤولة عن تلوين الشعر. فيه جزء تاني بيكون كمان الشعر ولونه وهو الكيراتين. الميلانين مسؤول عن صبغة اللون في الشعر والكراتين مسؤول عن تقوية الشعر نفسه وبالتقاء كل الصبغات دي بنسب مختلفة في الجزء من الانسان بيتلون بلون معين حسب تركيز الصبغات دي ومع تقدم الانسان في العمر بيقل انتاج صبغة الميلانين والسبب في كده ان الخلايا الخاصة ببصيلات الشعر بتنتج مادة اسمها بيروكسيد هايدروجين بيروكسيد الهايدروجين وبيندمج مع انزيم اسمه انزيم الكاتاليز بيتفعل مع بعض علشان يعمله التزان للكمية الموجودة من صبغة الميلانين وكل ما تكبر شوية بيقل انتاج انزيم الكاتاليز علشان كده بيتحول لون الشعر من الاسود الى الابيض علشان بيختلف التركيز بيروكسيد الهايدروجين بيزيد والكاتاليز بيقل وبتحصل عمليات تأكسد داخل الشعر هو ده اللي بيخلي لون الشعر يتغير نتيجة لفقدها صبغة الميلانين على مدار الزمن وده كان اجابتنا عن سؤال بيحير ناس كتير ليش عارنا بيتحول من اللون الاسود الى الابيض كل ما نتقدم في السن واللي عندي سؤال ومحتار اجابته ايه يبعتهن في الكومنتات واحنا هنحاول ان احنا نجاوب عليه ما تنساش تضغط لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة علشان يصلك كل جديد شكرا ليكم